الحقيقة في الجون كهرب بينه وبين أقارب له وجيران له قم بالهدية تسل السخيمة من القلب تقدم له هدية سهم في وقف البر وقف الصدق الجارية لا يعني أكسد أنت حتى مثلا يعني عظم الهدية أنك أنت يعني تكون نظرتك بعيدة أنك تقدم له سهم يبقى له في الوقف في حياته بعد مماته أنت راح يستشعر بأنها أنها أنا أذكر رجل يغتاب واحد فالله يقولنا تساهلنا والله كذا يتتبع عثراته في المجالس وهذا داية وهذا داية وهذه سيسمونها الأقران حسد الأقران أشد شيء صحيح لما يكون هذا طبيب وهذا طبيب الطبيب لا يحسد واحد نجار والنجار لا يحسد له ويتبع عثرات واحد مهندس أو الحداد فالأقران دائما تجد يعني بينهم تنافس حساد تجد تتبع عثراته فكان يتبع عثراته لقاء أهل أخير فيه كذا لقاءه وكلمته وذاك لك كتب يعني فوجدته يمدحه يوم والأيام يمدحه والله شوفوني صائب أخواني المشاهدين صادق الله المهم مع الحديث فيه بشت قلت ما شاء الله البشت قال هذا هدانيه قال مرة الحقيقة التقيتها معه وقدم لي هذا يبدون أنه بلغها أنه يوذي وأنه يتتبع في المجال قدم له بشت لقل خمسمائة ريال خله بل في ريال وأنسلت هذه السخيمة وهذا الحسد وهذا البغضاء وتتبع العثرات بهدية يمكن خمسمائة ريال أو ثلاثة والبشوت هالأيام طائعة يا جماعة البشوت أفضل بشت ذي اليومي أنت أخذه ميتين وخمسين يعني مو الأفضل يمشي حالك يعني ثلاثة ألاف أربع ألاف ذي أنتهت من السوق أنتهت هذا استطراد بس أنا أذكر يا شيخ وذكرتها في الحلقة جاءنا الشيخ سليمان الجبناء ثم في برنامج قبل هذا برنامج والتقيت برجل مرة على عاشها وذكر الشيخ سليمان بسوء قلت أنا أذكر الشيخ بخير والتقيت بشيخ سليمان وأخبارت قلت أحمل نوحل ترافي واحد حصل قال الشيخ بصور له مقطع طلع جوالك وصورني وارسل المقطع بدأ الشيخ سليمان يدعو لي هذا الرجل باسمه بالبركة في أهله وماله وعافيته ورزقه ويطيل عمره على الطاعة وأرسلت المقطع الرجل هذا في التصالي قال أنا أسأل يا كله تجيني أنتو الشيخ سليمان تزوروني في بيتي الشيخ لحق وكذا شف كيف غير يعني بهالرسالة وهالمقطع البسيط وشيخ استاذ في الأخلاق حتى أدكم مرة أجاب إنما زمزم هنا في الحلقة الشيخ علي الياسين في كل حلقة يجب إنا ورد ويوزع يهدي الورد على المشاهدين على شبكة المجد على بعض الناس وزارة الداخلية وزارة الشؤون الإسلامية وغيرها فأثر الهدية على الناس عجيب شيء مهما كان الإنسان معلية القوم حديث تهادو تحاب ناس سلام فاختيار الهدية كذلك مهم جدا إزالة السعر عليها لا يبقى السعر مثلا الوقت المناسب عدم المن ناس سلام انتبه ترى المن هذا يدخل في كبار الذنوب لحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال أبو ذر رضي الله خابوا وخسروا يا رسولهم صفهم لنا فقال نبي عليه الصلاة منفق سلعته بالحلف الكاذب يحلف أن هذا صناعتك كذا وهو خلاف ذلك وإلى أن يهمنا في الحديث والمنان فأنتبه أن تقدم هدية ثم تجي في المجال شفتوا البشتلي عليه هذا أنا اللي معطيها ترى ياصرها الكلام مهما طالت الودة شفت الطقم القلم هذا أنا معطيها لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والله بالمن والأذى ولذلك يقول الفقهاء المنة أذية أزلها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا أهدي إليه شيء كيف سنته إذا قدمت له هدية يلبسه النسة والسلام لا يكافع عليها يكافع عليها الله ما صلت يزين المنة عنه فالهدية تقبلها حاولت ترد الهدية لو أجب لي هدية بمئة ألف الشرد لعن وين ذا اللي بيعطيك مئة ألف تدعوا له حتى ترى أنا كافاته كما جافر السنة لأننا نتكلم عن العرف اللي بنتناولها الآن ونستاذنكم فالعرف اللي تعرف عن الطقم قلم البوك ساعة يعني هذا اللي تعرف عنه تقدم ما تستطيع حول